اشتركوا في القناة موسيقى 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 عقد تشتغوله بدائرة بدائرة المجاري من شهر 11 لحد الان من طان الماستر شنجر يوم من شهر 11 لحد الان ماكو رواتب والله توقفه خلونا على الموازنة هذا الموضوع يعني حاليا انتم متوقفين على موضوع لقرار الموازنة شنو انت يعني نقول مثلا انه راح تكون الأقرب بهذا الموضوع شنو السبب اللي قاعد يصير رجوع الماء على المواطنين استادي هم بعض المحطات ما بشتغله بعد عندك هاي ما الرفع ما الرئيسية اذا بعدهم مفاتحين المحطات ليش خلوا المواطني يفتح لسهر هم فتحوا الاهالي اكثريتهم يعني هم كملوا المجاري وقبه هو متوازي مثل ابو علي هنا متوازي ما يقدر ما عنده مكانية يسحب تكرم الخزان يسحب يسوي الاشتراك لازم سحب المال خزانات سيارات اهلية لحكومية لا اهلية وقو حكومية الله يحفظكم شونك عم ياله ومرحمة شو نصحتك الله وكيلك تغذية ماكو تعالى لي جيش كذل التشهور تسمعلي اي تعالى كذل التشهور اي يجيبونا له بس التمنات تعالنا تعالنا له بس الشكرات اي واشا ماكو اثار ثلت شهور ماكو لا تمن ولا شكر ولا كش ماكو حصا اي نو بخراس ماكو حصا ليش والله ما نعرف عنه اي غير الحكومية تعرف اتراجعون الوكيل اي من اتراجع الوكيل الوكيل يقلك حاجة وحدة ثلت شهور يجيبونا بخير شون الصحة شونكم زيني اليوم حبينا نشوفه هنونا وناسنا بمنطقة اليوسفية كل الهنو الله يحمسكم نارب بداية الامور قال اي موضوع المجاري وناس تقول موضوع التغذية وغيرها شون الامور الثانوية الاخرى اللي محتاجتها اليوسفية والله يمكن الكاميرا هسا جت ودخلت وجزاكم الله هل في خير لانو انتو سباقين بهاي الامور برنامج بين الناس وقناة العراقية الاخبارية غايتها يصال صوتكم وراح تطب وتمشي ته وتشوف هاي المجاري اللي صار الها سنين وامانة تلا مقابل المحكمة هاي المقابل الباب مالة المحكمة راح تشوفها شوال طاقية هسا هاي هذا شغل الجديد هسي حاليا موجودة اي هسا حاليا وراح تشوفوا وصوروا خلينزلوا بالكاميرا خلينزلوا على الميمالتها ونشوفها باعنا زيان فاحنا بالنسبة ان هاي الموضوع الخدمات والله حتى صار قديم يعني لانو حال حال عانت العالم من عنده فكافي يعني شنو زيان الكهربات هاي سال العالم كلها بهذاني صارنا تقربا منشان الدرجات الحرارة 53 قاسبا بالقرآن ساعة مكاملة ساعة مكاملة زيان والمي اللي سالة يندفع على الكهرباء الوطنية افو كهرباء وطنية يندفع مي سالة ماك كهرباء وطنية ما يندفع تياجات مهمة وبالنسبة هاي الارصفة وهال الوضعية ما للي جاي تشوفون هبعين كوباتو وهذا الحشي مو اليوم هاي صار سنين صار سنين هذا الشغل هذا الشغل ما المهجاري وذا تحب داعدكم سيارة هذا اطلعوا وشوفوا وشوفوا الشوارع الرئيسي وهستة وين هستة هان هنا مقابل يسوف هستة هنا بمركز الناحية يعني شلون مثل ما يقول القمة ما ناحية اليوسفين بالقمة هي النقطة يعني السنتر ما اليوسفين زين وشوف التبع هناك الله يحفظك يا رب الله يسا نعم أعزائي المشاهدين بعد أن توصلينياكم برنامج بين الناس لكن رسالة المواطنين مثل ما شفناها موضوع التغذية وموضوع المجاري احنا بدورنا ايضا راح نشوف لكن فاصل وراجعيكم ترجمة نانسي قنقر نعم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس وبعدنا متواصلين بين الهنا وناسنا في ناحية اليوسفية نريد نشوف الشباب شون معاناتهم مشاكلهم وغيرهم من الأمور سلام عليك سلام يا تلخ سلام عليك سلام عليك سلام عليك خليك الحمد لله الله يحفظك يا ربي لسم بالخير نزار الله يحفظك نزار نزار شفنا كبار السين اي ومعانات التغذية اي ورغ ومعانات يعني حتى موضوع الرواتب والله لا لا رواتب لا تيش انت العامل شوف من الصبح ليس ادق هاي الشغل هنا زين على مدع عشرة آلاف دينار مصحيح بالنسبة لا وفروا لنك لا رواتب لا شيء شرفت لعدي هاي وضعي احنا هنا ما ترهم كل شارة له الله يكون معنا شوال الاحتياجات المهمة اللي يحتاجها تحتاجها ناحية اليوسفية لانهوض بواقع اي عندك المجاري الترتيبات الناس يعني شو اقول لك الناس عايشة بمأساة مأساة قوية حي يعني ما ترهم كل شارة شون السولف لك ما ترهم كل شارة حبيب الغال شونك حبيبي شون صحتك الله سينا حبيب اسمك حسين حسوني شو سوا بسوق والله جيت اخذ له القرار جيت نزلت عمود السولف شو تريدي تقول اريد اقول عمود يعني بالمطار بالشتاء هاي كلها تفيض ماك مجاري شون وضع والله الحمد والله مااش الحال شون اليوس فيه الحمد والله مااش الحال مااش الحال والله الحمد والله هنا قبل قال يشفنا معنات الكبار والزغار اي الكبار يقول موضوع الرواتب والتغذية وغيرها لكن بنفس الواقع شفنا معنات الأطفال يعني الطفل الصغير اللي شفناها قال موضوع انه المجاري صعوبة وصولنا للمدارس aka اكيد طبعا لان دائم هي اهم شي أنت لوصلك إلى هاي المكانت هي الشارع النظيف والتبليغ بس إحنا شنو عندنا المشاريع جار العمل بيها بس المشكلة أنه التلكل بيها يعني كل مشروع سنوات على مود نقدر نخلصه ومن تجي يفتتح المشروع تلقي دائما بمشاكل يعاني من المشاكل يعاني من أمور فهي آي دائما نعانيها بس حاليا كل مناطق اليوسفية بها أعمال حاليا بموضوع المجاري ما شي نعمل بالمجاري لكن دائما كل عمل عندهم ما يكمل مية بالمية دائما تلقى ستين سبعين بالمية هي المشكلة اللي دائما دائما للشباب اللي هم نظرة بموضوع الكوادر الصحية صيانة الكهرباء صيانة الماء وغيرها شون نشوف داخل منطقة اليوسفية ربما الكهرباء بصورة عامة هي أكثر معاناة حاليا نحن تدري شهر السابع والثامن تموز الكهرباء عندنا مشكلة نحن بالمحاولات المحاولات دائما صير عملها مو كامل فضل يعني تقطع الكهرباء عصي عندنا انقطاعات كاملة بيها هاي المشكلة للمحاولات على موض حتى تغير المحاولة لازم كتابنا وكتابكم ويعني مشكلة فالمحاولة ما تكفي يعني مثلا احنا تدري مناطق تتوسع يوم بعد يوم أكثر فالمحاولة صار صعبة علينا وحدة تغذي أكثر من شقد تطول إجراءات المحاولة هنا في مطق تليس فيه والله واي يعني محاولاتك أكثر من سنة يعني يالله تتحول المحاولة يالله تقدر تغير هاي وكتابنا وكتابكم وأكو لا يعني الأهالي يأكو بهم نواباتهم ويصير بيناتهم يعني مباليوش فيه نشوف نلاحظ يعني موضوع جمع المبالغ من المواطني هي لا يعني المبالغ احنا الأهالي بيناتهم نوابات مثلا المحاولة يتفقون أن يجمعون أنهم فلوس المحاولة وبيناتهم ويشترون اي على حسابهم الخاص يعني هي المشكلة دامة الكهرباء معاناتنا هنا وياها كل سنة الله يحفظك كامل شكرا جزيلا إليه شكرا جزيلا سلام عليكم الله يسلم تشتغل الله وصاحب محل صاحب محل الريد وصاحب محل الريد؟ الريد شنو؟ أداب علم نفس أداب علم نفس يعني موضوعك مهم مفروض أن تهز حاليا وين؟ أي وزارة؟ رعاية الاجتماعية رعاية الاجتماعية باحث اجتماعي صح هل قد أثرت نسبة الفيروس كورونا على وضاعكم خاصة في منطقة اليوسفية؟ والله هنا طبعا أثرت جيش ولهاي بس العلم تطلع أسلام للناس أبدأ جيب قوة العيال أطلعان يعني شنو عنده جهال عنده هاي عنده إيجار عنده هاي قاعد فالحالة الاجتماعية مو كلها منطقة أكو ناس ناس عده ناس ما عده ما عنده يقل له كان أطلع سمه ثلاث سادة حيدة أب العربة الجال ما عنده يقل له كان أطلع عنده بلال ثلاث وعلي ما أتكلم أنا مدلمة أعمره 45 سنة 50 سنة أنا بعشان تبر وقاعد بيجاء زين أي فهر شنو نشوف أقبال المواطنية على المشاريع الموجودة مشاريع مثل مشاريع الموجودة مثل المشاريع كهرباء هو يعني المناطق بدأت تتوسع أكثر وأكثر صحيح مواصح نحن مثل نقول كثل ما قال الأخ محمد 60% وعافك حسن ثلاث ساعدة عافك السوق واجه للمنطقة أي أسواق مو بس هنا أي سوق واجه للمنطقة هذا شوفها قدام مجاري ما مفتوح عسل مثلا أنا أبو محلر دخسل راح يصير هنا بالشار راح أنسب أبو السيار اللي يمشي المرض تمشي تزدق دقائح هنا هاي مجارة كلها ما مفتوح بسبب عدم موجود ما أكل ما أكل وتلقاه هس هنا من جيت شفت الآليات واقفة هنا هاي طابق هنا اشتغل 60% جهز سكت العالم وقام يأمل بيهم اليوم وباشر اليوم وباشر وانتهى بعد نعم أعزائي المشاهدين بعدنا متواصلين إياكم برنامج بين الناس وجولتنا بين أهلنا وناسنا في ناحية اليوسفية وما تزال المعاناة موجودة في ظل الخدمات والفيروس كورونا وهذا الحر اللاهب رسالتنا لكم بالاعتناب المواطنين وأيضا رسالة نحب نوجهها من خلال برنامجنا المناشدات اللي يتوصلكم من خلال برنامج بين الناس تلبية احتياجها ولو بشي القليل بدنا متواصلين برنامج بين الناس لكن شوية وراجعيكم نعم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس وجولتنا بين هنا وناسنا في ناحية اليوسفية شفنا مشاكل الناس ومعاناتهم لكن بنفس الوقت يوجد هناك دائرة رقابية على وهي الناحية ينضم على الآن المهندس رعد مدير ناحية اليوسفية ليينقل له صوت المواطن خاصة من أهالي ناحية اليوسفية السلام عليكم وعليكم السلام كل عام ونتو بخير كل عام ونتو بخير ونتشرف لقناة العراقية في ناحية اليوسفية لنسهل بكم في ناحية اليوسفية شكرا جزيلا لك مهندس رعد شفنا مناشدات المواطنين بموضوع المجاري وعدم إكمال هذا المشروع مما أدى إلى ارتفاع من سوب المياه على المواطنين شفنا المناشدات بكثرة دور ناحية اليوسفية بهذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم العمل الرقابي في ناحية اليوسفية متابعة مجاري في ناحية اليوسفية في ناحية اليوسفية اكملنا أربع حياء وانطي عاز السيد المهندس محمد جابر عطى محافظ بغداد المحترم بيكساه هذه الشوارع في ناحية اليوسفية أما في حي الشهداء كمرحلة ثانية بعد اكمال هذه الاحياء في هذه الناحية سوف نكمل بها مشروع التبليد ان شاء الله والمشروع المجالي نعم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس وبعدنا متواصلين بين الناسنا في ناحية اليوسفية نرجع ونقول ناحية اليوسفية تابعة لقضاء المحمودية شفنا معاناة المواطنين وفي بداية الأمر موضوع المجاري والمشروع المتلكي اللي حد الآن وعدم موجود القبق اللي يحافظ على سلامة المواطنين مثل مقاعد اللي لاحظ ونشوف انه الأكثرية هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث فنتأمل خير بدارة المشاريع ودارة المجاري في منطقة اليوسفية عليكم السلام ورحمة الله انه النظر بعين الاعتبار للمواطن الموجود في منطقة اليوسفية شونك عمي شون صحتك خير شونك زين الحمد لله شون وضعك والله وضعنا السلام عليكم عليكم السلام لا كهرباء باليوسفية ولا ما هي ما لسالة باليوسفية المولدات تشتغل باللسالة يأخذون القازات يبيعون تجي الوطنية ورساتين اللي يتبعون بي كل هذا اليوسفية مبيوعة عمي مبيوعة يجي مقاوة يساومونة وهذا أحتي كامل مكشو مين الضغط يصير المساومة مين يصير عمي آري شيء من أهلات قل لي مني مساومة من المسؤولين مع ذلك السلام عليكم تعال لي جاي تعال لي جاي تعال خليم وأنا سمع مو 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 أكو كلام الحجي قاعد يحشو تتعقب تعالي منها السلام عليكم الحجي الله يسلم حفظك الله يخلي الحجي يقول مي ماكو كهرباء ماكو لا مي ولا كهرباء ولا خدماتو كلهما موجات الحجي الحجان كلهما صحيحات زين شلو موضوع الضغط اللي صر على المقاول احنا في بهذه المنطقة هو هو الضغط يعني اتعبالك بس بالمنطقة اليسفية كل المناطق هس روح شوف لي اي منطقة بس المحمودية عدنا اشتغلت شغل صحيح بس المحمودية اي عمي اي اي حجي فيدني وفيدك ما تفيدني ما خليك تشتغل تبتهمني قانون الماشيين ايه هو هذا المنع ايه هاي اليسفية صارت مجاري هاي اليسفية الناس تشرب منها مايش كانت صارت مجاري قامت حتى الانقاذ يذبون به هاي اليسفية كانت مينة عمي احنا اليوم برنامج بين الناس اجي من اجل يصال صوتكم في دريدة ناشد من خلال البرنامج والله شا ناشد ما تقولي شنو اللي ناشده شنو اللي ناشده سلام عليكم معالات والله تعبانة تعبانة خدمات تعبانة اي حجي هاي حسنش بتبعانك انت دخاب تقول هازم يكذب لا عمي لا على راسي خليك على راسي خليك حجي انت طيب والله يحفظك والله نك حجي اهلا وسهلا هاي النقاط المهمة اللي يذكر الحجي والله هاي شف مجاري مسجودة يعني فلشوها مرة ثانية وعافع عن نص يعني هذا يعني هذا المشروع اللي مرة اخرى يعني اها رحم الله امك ابوك ماي ماكو راجعتوهم حجي ناشدتوهم مايفيد عمي مايفيد اشيك كبير والرقعة صغيرة اصيحنا واعضابر لمانجتنا ويوه اللي جي ننتقل سوي نفسه هو علامه تاليه يطلع حرامي بن حرامي حجي بس هاي يعني القبق ما المنهوله بسيط هسا هو هذا قبق هاذا مو قبق عمي كل المجاري سوها سدت كل المجاري اللي سوها انغلقات تعيش هاي احنا سقعد اللحظة سحنا قدنا من بستة الى سبعة يعني يحتاج كلها مزدودة كلها 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 هاي الناحية كليتها ماكو انا قناة العراقية وبرنامج بين الناس شرب بك انت شرب بكم بتغدون يميك عمي على راسي دايم الله يحفظك والله كلك خير وبركة والله العظيم هسا هناكم طيب لحمه والروح انتغدى اي من طيبة قلبك الله يحفظك يا ربي شكرا جزيلا اليك شكرا جزيلا سلام عليكم سلام عليكم شونك حبيبي والله سلام عليكم يوم جاينا عزكري والله احنا الصحوات احتي لك معانات احنا تعيدنا مول الفين وسبعة تعيدنا الفين وتلات عشر الفين وتلات عشر بزمن دولة رئيس الوزراء المالكي زين شار راتبنا خمسمية صارت مال داعش ايه سوى وراتبنا ربع الربع اللي اخذو المن اخذو للحجر الشعبي زين اي الحجر الشعبي سزوده وراتبهم زين احنا ما رجع وراتبنا خمسمية ضر راتبنا عن ربع وكل ايه كل دورة برلمان هم نزودكم ونثبتكم ليش الدورة السابقة قرواهللللللللللللللللل afro والله اذا مجمل للعراق هو يعني بالخمسين الف يعني كل المحافظات بس عنا كواجبات يعني واجباتنا بين يوم ويوم من السابعة الصباح الثاني يوم من السابعة الصباح والراتب تدري بي 250 ألف إيجار قاعدين هنا بمئتيين خط مولد 50 هو خلاص الله يحفظك الله يسلم خلال تواجد برنامج بيننا أسحابة وصل رسالة أسحابة وصل مناشدة والله حلنا شنوصل يعني هو هي معانات البلد هي كلها نفس الشي بأي منطقة تروح يعانون من الكهربا ونقص المي يعني هس تروح عندنا منطقة الشي ولا تروح بيها معدهم ينتظرون بالوحدة بالليل بالثنتين بالليل عود يشغلون ماطورات خافها بالإسالة يشغل ويتفعلهم يعني ورد 12 بالليل يلا يوصلهم احنا هنا يعني بالنهار يجينا ساعتين 3 ساعات باليوم 4 ساعات مي الإسالة يعني اكو يعني يعودكم منطقة أفضل من المنطقة ايه اكو منطقة احنا هنا بصف الإسالة مناطق الأطراف لا ما يوصلها صعب بيها الماء ايه ما يوصلها بالليل يلا يوصلها الله يحفظك الله الله يسلمك شكرا جزيلا السلام عليك السلام عليكم شلونك الله سلم تنصرتك الحمد لله اسم بالخير عليك اللاوي الله يحفظك يا ربي اللاوي نقاط الخدمات السلبية اللي موجودة ومجاري والشباب ومعنات الشباب والكباب قاعد يشتغلون بيها سلمجاري حيني بس ما كاملة ما كاملة وماء أضافة الماء ماكو كهرباء ماكو يعني كهرباء نام من ناحية هينوب يعني فدمرة موزينة يعني النهار كله وكنت جي لها ساعتين وتعرف هذا الصيف وناس كبار وأغلبيتها مرضى فهي مبردات لا يفيد مبردات يعني الشيغلات اللي يحتاجها المواطنين كثير من الاحتياجات اللي يحتاجها المواطن طبعا كهرباء شي ضروري بالصيف وتعرف هل شو هذا نعلم هاي كله زين لا كهرباء لا حتى المولد شي يدي يصير أنا حفظك رحمة الله أليك أحفظك الله نعم أعزائي المشاهدين بعدنا متواصلين ياكم برنامج بين الناس وجولتنا بينهنا وناسنا في ناحية اليوسفية رسالتنا للدوار المعنية بشؤون المواطنين تلبية احتياج المواطن ولو بالشي القليل قاعد نشوف المواطن قاعد يناشد على أشياء بسيطة ماء كهرباء بعدنا متواصلين ياكم برنامج بين الناس لكن شوية وراجعيكم نعم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس وبعدنا متواصلين بينهنا وناسنا في ناحية اليوسفية احنا كنا قبل قليل في منطقة القصر يعني منطقة القصر حاليا اتحولنا إلى منطقة الشهداء منطقة الشهداء مثل ما قاعد نلاحظ ونشوف انه اهمال واضح بالأمور الخدمية شو صحيح تيك خير وش أبو مين أبو محمد شو أنا الشهداء والله الشهداء موجينة لا تبليط لا مجاري لا كرهباء كل يوم لنا مقطوع كل دقيقة ما تأتينا ساعة ساعتين يعني شغلتنا كل اشتعبان ناشد عمي من خلال برنامج شو تريد تقول ناشد والله شاقول أقول ننخى الله وننخاكم انتو بلك تديروا مالكم علينا ديروا مالكم علينا يعني ميت الشهداء ميتة ميتة الله يخيقول شوناك حبيبي شوناك الشباب والله تعبانين تعبانين أوي شو شو المحل هذا صاحب محل هذا صاحب محل الملابس اربع جزات نظف الناجح اطراب لنا موقع اي فايدة زين لا تبليط لا شسمي لا رش شارع عاي عود خلي بواقع عود يشوفوكم جوم الطبق من اللوريات عود رشم دينك جي رشل شارع هذا موقع اي خدمات موقع اي خدمات حتى موين هاذا موين نشرب تعمون نوضعت تعمون بعد بعد المناطق يعني بس منطقة الشهداء لو اكو مناطق بعد المناطق تجوز فيه الشهداء كل اشتعبون هوا من عندكم الناحية شوية هوا من اللي شهداء شهداء اي ماكو اي حركة لان ماكو عادي يطلع وسولف وكذا وكذا شوانك شو صحتك شو اسمك شالم ها شالم شالم وين جنت جنت جيب ثلج جيب ثلج ماكو كهرباء مو حل كهرباء بس تجي يعني بين اللوقات لما سحب احنا رايحين يعني لما سحب شانت الذيتو اي الله يحفظك نعم عزيزي المشاهدين كنا معكم في منطقة القصر وتحولنا بعد ذلك لمنطقة الشهداء ومثل ما قاعد اللاحظ حركة المواطنين السيارات يعني قاعد يتعاني المواطن قاعد يعاني اصحاب المحلات ايضا قاعد يعانون نتأمل خير بمحافظة بغداد نتأمل خير بجميع الدوار المعنية بشؤون المواطنين انه تشوف حال هذه الناس ليس فقط في ناحية اليوسفية في جميع المناطق اطراف بغداد المحافظات هناك كثير من المناطق محتاجة الى خدمات نتأمل بكم خير بعدنا متواصلين ياكم وبرنامج بين الناس لكن فاصلوا وراجعيكم نعم اعزائي المشاهدين كنا معكم في ناحية اليوسفية ناحية اليوسفية التابعة لقضاء المحمودية شفنا معانات الناس شفنا مشاكلهم اولى المعانات والمشاكل هي موضوع التغذية وعدم توفير البطاقة التموينية المطلب الثاني هو موضوع المجاري وعدم اكمال المشروع نتأمل خير بالدوار نرجع مرة ثانية ونقول المواطن اولا واخيرا لكن ملاحظة غاية برنامج بين الناس هي ايصال صوت المواطن العراقي اينما وجد نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج بين الناس في امان الله